هذه من أساس فكرة خلق حالة من عدم الثقة ومن كثير أنت اليوم عندما تتحدث عن مناصب قيادية لأكون صادق لا أعلم الإجراءات إن كانت كلها تمت وفقاً للإجراءات أما أنها تعينات على الأقل في موضوع في كورونا أنت اليوم تضرب المصداقية عندما تقوم بمثال هذه التعينات إذا لم تكن ضمن الأطر والأسس المتعارف عليها ضمن المعايير الشفافة وثانياً أنت اليوم تقول أن هناك تفرد في اتخاذ القرار وبالتالي يجب اليوم أن تدفع ثمنة اتخاذ القرار والتفرد باتخاذ القرار عندما تأخذ مثل هذه الخطوات أعتقد أنه كثير للأسف ما يمكن تشخيصه أنه العقوبة غائبة في الأردن للموظف العام أو للمسؤول يعني تنتهي كما قال الدكتور عامر تبدأ قضية كبيرة وتنتهي يعني إما بإجراءات غامضة أو بإغلاق لا اليوم الحقيقة أي حكومة قادمة حتى تستعيد الثقة مع الشارع يجب أن تكون إجراءاتها شفافة ويجب أن تأخذ منح العقوبة العمل العام التقصير به يستدع العقوبة وبالتالي إذا لم يعاقب المقصر إذن الخلل لن يصلح أبدا القضية التي نتحدث عنها الحدود يعني أنا في النهاية شو استفدنا بعد أن نقلت موظفين مع الحدود رحنا بزيارة تفقدية على الحدود يعني هل بعد الخطأ بنروح بزيارة تفقدية على الحدود الحدود اليوم صار فيها خطأ على الجميع أن يدفع ثمن حتى لا يتكرى الخطأ وإلا سيتم استسهال فكرة الخطأ هذا في العمل العام يعني يجب أن يكون حاضر هذه الحكومة لم تعاقب هذه الحكومة للأسف يعني اتهمت بالشلالية أيضا أنا لا أريد هنا أن أكون هذه الحكومة انتهت من المؤسف الحديث عن هذه الأخطاء نريد أن نستفيد من الأخطاء نقول أن أي حكومة قادمة إذا أردنا رأب الصدع مع الشارع يجب اليوم التفكير بحجم الأخطاء التي حدثت من قبل هذه الحكومة ليتجاوزها أي رئيس وزراء أو حكومة قادمة أولها هي فكرة العقاب ثانيا الشفافية ثالثا لا بد من إعادة إنتاج الخطاب الوطني وخطين تحت الخطاب الوطني أنت اليوم ليس فقط في كورونا تقرأ لأعداد المصابين هناك حالة وطنية استثمارها بتقول للأردنيين طبعا الأردنيين كانوا خايفين في بداية الأزمة لكن يجب أن ندرك أن الخوف هذا كمان محدود لما تضرب بالنهاية مصالحهم ونرى التخبط في كل التفاصيل يعني مطار لليوم مش عارف تفتحه مش عارف تسير رحلات المشكلة كبيرة عالمية لكن الدول اليوم تأخذ خطواته بتمشي إلى الأمام الأردني اليوم الذي يتضرر اقتصاديا لا يمكن أن تقنعه أن السبب ضرره الاقتصادي في هذه الحالة هو أنك خائف عليه من جائحة كورونا فقدنا هذا في البدايات ممكن لأن الحالة كانت كبيرة اليوم لا تستطيع سيكولوجيا يعني لم يعد خطر كورونا يؤثر على الناس كما كان في البدايات خصوصا أن كثير من الناس اليوم تعرضوا لضربات اقتصادية قد لا يستطيعوا تجاوزها بسهولة إذن كان البحث عن دور الحكومة في دعم هذا الاقتصاد ليس بالشعارات والشعبويات والفيديوهات بالعمل على الأرض الفكرة اليوم أنت بحاجة إلى ترتيب الوضع الداخلي ضمن هذه الرؤية أنك أمام سنوات صعبة على الأقل ثلاث سنوات صعبة ولست يعني والأولويات تتغير في العالم فلابد أن ندرك أنه لابد من الالتفات من الداخل لابد أن يشعر الأردنيين بحس المسئولية لابد أن يكونوا شركاء اليوم في تحمل هذه الأزمة لا تطلب فقط منهم أن يصبروا على الصعوبات إن لم يكونوا شركاء حقيقيين لك هذا يتطلب خطاب جديد ونمط جديد خلق حالة من الثقة مع رأس المال الوطني أكرر رأس المال الوطني هو المهم وثانيا خبراء أنت بحاجة إلى خبراء في قطاعاتهم قطاعات النقل اليوم أساسية قطاعات الصحة أساسية أنت اليوم بحاجة إلى أن تحافظ على القطاع الصحي وتحافظ على قدرتك في مواجهة كورونا اليوم قد تضطر في النهاية أن تدفع ثمن كبير إن لم تقم بهذه المعادلة لا أريد أن أدخل في تفاصيل لكن اللي حكينا فيه من شهر ثلاثة ونحن نحكي بالأمن الغذائي كيف ترجم على الأرض هل الاستراتيجية الزراعية انحلت لا يوجد وزير الزراع من لما طلع وزير الزراع على اليوم يعني فيه أشياء يجب أن يكون الأردنيين شركاء فيها يجب أن تتجه إلى هذه المناطق لتكون شريكة في التنمية على الأقل في المشاريع التي تحتاجها لديمومة الاستمرار عجلة الاقتصاد وتحريكها كيف يتم تحريكها اليوم هذه أسئلة يجب أن تجاوب عليها الحكومة القادمة قبل دخولها إلى الدوار الرابعة ترجمة نانسي قنقر